صيام طيب ما هي مبطلة الصيام خلي بالكم عاية ما هي مبطلات الصيام تعالوا نبدأ باكبر واخطر مبطل من مبطلات الصيام الا وهو الجماع الجماع هذا اكبرها اثما ان يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان وخلي بالكم لان بعض الناس بالفعل كلمني واتصلوا علي من ابائنا الكبار وقالوا بانهم لم يكنوا يعلمون وهذا امر عجيب لانكم في بيئة علم بفضل الله تبارك وتعالى ويعيش بين اظهرنا العلماء الجماع اعظم واكبر واخطر مبطلات الصيام فمن جامع امرأته في نهار رمضان انزل او لم ينزل من جامع امرأته في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة المغلظة خلي بالكم يا اخواني واخوات فعليه القضاء القضاء يعني يعني يقضي يوما مكان اليوم الذي افطره طيب والكفارة المغلظة يعني عدق رقبة طب ما فيش رقاب نعتقها يعني ما فيش عبيد عدق رقبة طب ما فيش رقاب يبقى صيام شهرين متتابعين متتابعين لا يقطع الصيام بينها ابدا الا لعذر شرعي الا لعذر شرعي كمرض او كيوم عيد الى غير ذلك من الايام التي نهى فيها الاسلام عن الصيام وإلا فانقطع صيام هذه الايام هذين الشهرين المتتابعين بيوم واجب عليه ان يعيد الصيام من اول يوم مرة اخرى من اول مرة اخرى فيبقى عدق رقبة ما فيش رقبة صيام شهرين متتابعين طيب ما نشأدر صوم يا مولانا اذا كنت انا مقدرتش على يوم في صوم في نهار رمضان وهو الفريضة تقول لصوم شهرين متتابعين في غير الفريضة الا استطيع يبقى عليك ان تطعم ستين مسكينة هذه الكفارة المغلظة لمن جامع امرأته في نهار رمضان ان يطعم ستين مسكينة طيب ما الدليل على هذا ما روال بخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانصاي وفي لفظ قال يا رسول الله هلك وفي لفظ يا رسول الله احترق قال وماذاك او قال النبي ما لك فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا فقال له صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد اطعام ستين مسكينة قال لا فيش اي حاج لا رقب ولا اطعام ولا صيام ولا ما يقدرش فقال له هل تجد اطعام ستين مسكينة قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم جلس سكت قال فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق يعني بمكتل فيه تم فاكر انت المأطف بتاعنا بتاع زمان مكتل كده فيه تم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل او قال اين المحترق آنفة الله الله شوف النبي اين السائل وفي رواه قال اين المحترق آنفة فين الرجل لقال احترق فقال ها انا ذا يا رسول الله انا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله اتصدق به على افقر مني هو في حد افقر مني واحوق للتمرد مننا وعيالي على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يقصد المدينة النبوية المطهرة فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيت يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه اي بدت انيابه الشريفة ثم قال له بابي وامي وروحي خذه فتصدق به على اهلك او فاطعمه اهلك خذه فاطعمه اهلك عليه الصلاة والسلام ايه الرحمة دي ايه الرحمة دي خذه فاطعمه اهلك يلا اطعمه اهلك